تعالوا مع بعض نشوف ازاي? نعمل الفراولة بالكرامل. دي عايزة شوية تشغل شوية غير المكارونا. المكاروناة سهلة. مش تاخد مني وقت. يهي مني دلوقتي اعمل الكرامل بتاع الفراولة لانه مدرسة. طالما عندك كرامل وعملتيه بطريقة صح. حشوات لحاجات كتير قوي. تستخدميك في توبنج لحاجات كتير قوي. سواء سينابون سواء فطاير سواء سواء الرافيولي زي ما انت حبه. المقادير على الشاشة معانا فراولة وسكر. فانيليا. آآ حليب نشا. تاني المقادير على الشاشة فراولة سكر فانيليا نشا وحليب. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي ونصنع مع بعض صوس الكرامل. بلاش تشتريه جاهزة. الطاسة اللي انا بحمر فيها البوفتيك على نار هادية. ماينفعش حمر البوفتيك على نار شديدة. ليه عم مش شيف? لان اللحمة من جوه نية. فلازم تكون النار هادية جدا عشان يستيوه معايا. واتمقيني مش هيشرب منك اي زيت ولا اي حاجة خالص اه. معايا البوفتيك على النار. اه. هالوا الكلام? تعالوا نعمل مع بعض. الكرامل. طاسة على النار اه. حلو اه. تمام? في الطاسة دي عم مش شيف هعمل ايه? هحط كمية السكر اللي هعملها. ولتكن مسلا كوباية سكر زي دي كده اه. الله عليك. سريعا حط معلقة مية صغيرة بالمعلقة اه. اه. ليه عم مش شيف معلقة مية? عشان الكرامل اللي بتاعي ما يمررش. سوان بتعملي كرامل لعيش السرايا. وده حلو مشهور في المطبخ الشامي. اه بتعملي كرامل هتعمليه الكريم كرامل ده الطبيعي. واسم معلقة السكر كده مع مع سم معلقة المية مع السكر كده بالشكل ده كده اهو. هناخد النشا والحليب بتاعنا. واحدة. التانية. التالتة. ممكن تحط كريمة لباني. دي الفانيليا بتاعتنا بنحطها اه. الله على الريحة الحلوة. قلبة ريحت الستوديو. اه. والكمان الله على الريحة. بجد مش عايز امش من جنب التاصل. يا ويلي يا ويلي يا ويلي طبيعي الواحد لما بشب مرحة حلوة. مايقدرش يتحكم في مشاعره. يقول الله. بسم الله. ما شاء الله. يا ويلي يا ويلي اهو. شايفين الحليب مع النشا. تقلبهم كويس كده اه. حلوة اهو. تقليبة دي مهمة جدا اه. انس ان الكرامل اللي يمرر معاك بوضع معلقة الماء قبل السكر مايدوب. ما تقلبهش سبيل واحده كده اه. ازي كده اه. اه. انت هتلاقي السكر اللي وغير كله دلوقتي بالشكل ده كده. انت بص على البفتيك. يا راك في البفتيك بتاعنا الجميل الحلو ده كده اه. مستيو على نار هادية. وجود الزبدة مع الزيت بيساعد على احمراره سريعا. الكرامل معايا بلاحظة الولادة للكرامل اه. الله اهو 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 اهو. حلوة الكلام? هنعمل ايه اعمل شيف اهو. اهو. اهو في حاجة مهمة جدا. مكعبين من الزبدة. قواما وطعما لصوص الكرامل. مكعبين من الزبدة. البعض بيعملوا بالكريمة اللباني. الكريمة اللباني غالية. بلاش منها. هنستغنى عنها. مفيش اي مشكلة. اه. انا معاكل عشان طبعا الاقتصادية انت بقى زي الفل. لازم كريمة لازم الكريمة لباني. من الكرامل يا مغازي مش لازم. انا عملته بالنشة والحليب. بس هتحط للامانة مكعبين زبدة حلوية. اهو. كواما وطعما. اهو. سيب الزبدة تسيح كده. الله. حلوة اهو. ننزل بالنشة والحليب بتاعنا. الله. ايه الحلوة دي. ايه الجمال ده اهو. 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 كله. ونقلب. اهو. شوفت السيح الكرامل اللي تعمل ازاي? اهو. ده عندك بقى في التلاجة. بتعمليه وتحطيه برطمان او في ازازة. وتخلي دايما استخدامك له. نعم قانية. استخدامك بقى حاجات كتيرة قوي. عجلة باند كيك ماشي. موز متقطع عندك. هتقطع ايه مكعبات صغيرة وتحطيها عليه. شوية فروت صلاة حلوين. بدل ما تحط عليه مع عصير برطمان ولا عسل. تحط السوس الكرامل ده يبقى لطيف. زي ما انت عايزة. اهو. ده القوان. اه. وتسويسي على النار. لان ده كرامل بيتجمد. طبعا الكراملة بتاعت السكر بتتجمد مباشرة. عشان كده بيصنعهم منه الحلوة بتاعت المولد. السمسمية الفزدقية. اللوزية البندقية. اه. لا مش البندقية الخرطوش. بندقية ده بندق. يا بندق. اه. شوفت ده الخلطة دي مهمة جدا. اه. تقليبه كده اه. ده سوس الكرامل. حاضر. حلو الكلام اه. نشوف مع بعض السوس الكرامل. ايه الحلوة دي? ايه الجمال ده? اه. يا نعم. حلو اه. نهل بالسوس ده كده اه. تقل معاك بيتخفيه. باي. طعم الفانيليا وطعم الكرامل حكاية. اه. النار مط فيها خلي بالك يا جاي. اه. 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 شوفت التقليبة دي? مهمة. اه. ده سوس الكرامل بتاعنا. نجيب الفراولة دلوقتي بقى. والمفروض الفراولة دي تتحط في التلاجة شوية. بتاخد نسبة تبريد. هتقوليني ليه مغازي? طبيعي لما بتحطي سوس شوكولاة او سوس كرامل على بعد الفواكه يفضل تبريد الفواكه قبل اضافة السوسات عالية. ازا كان كراملة او شوكولاة. ليه عمل مغازي? علشان التوبج يمسك من الشكل الخارجي للفواكه بتاعتنا اهو. حلوة. الله. تقليبة على النار كده زي الفواكه. ادي البوفتيك بتاعنا جاهز. سوس الكرامل بتاعنا كمان جاهز. تقليبة دي كده اهو. لازم يغلى على النار. عشان تاخد القواب بتاعه. سوس الكرامل يتعامل بالنشا مش بالدي ايه. في حالة عدم اضافة كريمة لباني. اه. اه. حلوة. طيب انا معي القصوص جاهز. عشان طبعا طريتي تقديم مهمة جدا على فكرة. ممكن احنا مش مكلفين ماديا حاجة. بس فيه فكرة طهوة هنا. فيه خبرة طهوية هنا. فيه افكار بسيطة وسهلة. ولكن طريقتي تقديم كمان لازم تكون مهمة جدا. عشان اللي عين بتاكن.